معاناة من نوع آخر حالة أخرى نكتشفها أيضا هي من دوار أولاد العربي ببلدية تنس بولاية أشلف في هذا التقرير لرشيد شورب وحميد عوادي أيضا بدوار أولاد العربي ببلدية تنس ولاية أشلف وقف تلفزيون النهار على واحدة من أصعب الحالات الاجتماعية قصاوة حيث تعيش عائلة سيدة مزوري برفقة فلذات كبدها في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية ما عندي ما نقول رقم تشوفوا بعينيكم أني محتاجة لكل حاجة وليدي محتاجة العملية اللي زي جاي عليهم محتاجة السماعة با يسمع بنياني مصد تبقى نطلعوا الراج راحهم خليني ما عنديش خدمة ما عندي حتى حاجة الوالدة وبعد أن جرها زوجها بقيت تعاني وتتصارع مع ويلات الزمن فلم تجد سوى هذا الخم لتحتمي به وتجعله مأوالها ولأطفالها اليتامة أنا بغي ناس ناس اللي فيهم خير ربي يعاونونا يشوفوا فينا طالبة ما من رئيس البلدية يعاوني يعاوني في سكنة تاعي باش نصطر أولادي أنا ما عنيش طالبة يطوني خدمة ويعاونوني كبه نصطر أولادي هذا ما عني طالبة شي ينفق علي ما ينفقش علي سمح فييا لهائيا عنده عام 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 ولده متوحشين ولا يشوفوا ما يجي عندهم ما يحوس عليهم ما يسقس عليهم ما يقول هذر شام خاصينهم هي إذن وضائية معيشية صعبة وأمام مثل هذه الظروف تنشد السيدة مزوري ذوي القلوب الرحيمة لمساعدتها وفي نفس الوقت تطرح تساؤلات عدة ما دور السلطات المحلية والجمعيات الخيرية في مثل هذه الحالات